عايزة روح لحضراتكو هنخرج بره لأشبال شوية وعايزة روح للقطة حلوة جدا لقطة إيجابية لقطة يا ريت كل لعبتنا في قطاع الناشئين يتعلموها مبارح كلنا طبعا شاهدنا مباراة الطايرة بين الأهلي والزمالك مبارح هنا على قناة الأهلي كانت مباراة حلوة مباراة ممتعة مباراة ظهرت فيها روح الفانيلا الحامرة شفنا ماشاء الله يعني الكرة الطايرة رجال النادي الأهلي لعيبة ورجالة يعني بمعنى الكلمة مبارح اللي استوقفني بعد المباراة هو بكاء الكابتن محمد مصلحي المدير الفني لكرة الطايرة رجال الأهلي كابتن محمد مصلحي من المدربين يعني ما شاء الله حاجة يعني كلنا بنفتخر بيها في النادي الأهلي هذا الفريق اللي بيحقق إنجازات كبيرة سواء على المستوى المحلي وأيضا على المستوى الأفريقي يعني شبه إن الكرة الطايرة رجال في النادي الأهلي يعني محتكرة كل البطولات النادي الاهلي استنادي خسر مباراة ولكن بكاء الكابتن محمد من صلح امبرح بيبينك ازاي المسؤول اللي بيشتغل في النادي الاهلي بيكون مضغور المسؤول اللي في النادي الاهلي دايما بيلعب على هدف واحد قدامنا اللقطة دي كانت بعد مكسب النادي الاهلي وفوز النادي الاهلي بالامس على الزمالك 303 اشواط في مباراة رائعة شوفنا مش عايزة سامي لعيبة امبرح لكن كل لعيبة النادي الاهلي كانوا رجال ده بيبينك ان المسؤول في النادي الاهلي دايما بيعمل على ان النادي الاهلي رقم واحد النادي الاهلي بيلعب على كل البطولات النادي الاهلي دايما بيلعب على شيء واحد بس هو المكسب اتمنى اللقطة دي والرسالة دي توصل لكل المسؤولين في النادي الاهلي في كل الالعاب حتى داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي علشان كده انا حبيت استعرض محاراتكم اللقطة دي لقطة مهمة جدا 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 لقطة بروح الفانيلا الحمرة لقطة علشان كل ناشئ وكل شبل سواء في كل الألعاب أو في النشاط الرياضة أو في قطاع النشيف في كرة القدم يتعلمها أو في الفريق الأول دايما بنلعب على المكسب دايما النادي الأهلي رقم واحد دايما روح الفانيلا الحمرة فإحنا هنا تحية كبيرة للكابتن محمد مصيلح وبنقولك شابو وكمان تحية لرجال الكرة الطيراء وكل توفيق لكم خلال الفترة المقبلة